بداية كده ايه رأيك في الموقف بتاع المباراة النهائية ومنعب المباراة في المكتوب والتفاصيل دي اكيد عاشتها وعاشت ما يعيشه النادي الاهلي بكل تأكيد رأيك ايه؟ لا طبعا النادي الاهلي مظلوم في القصة دي ويعني اتحاد الافريقيا الظالم النادي الاهلي ايا كان الخطأ بقى من اتحاد الكورة او من نوم هما لكن انك تلعب المباراة النهائية وتحددها في وقت قبل المباراة بوقت قليل جدا لا أنت كده بتوجه البطولة لفرقة بعينها وبعدين ده مش أول بطولة تلاعب السلفة تلاعبت في المغرب والكونفدرالية في المغرب إيه حكايت يعني هو ليه يعني التركيز على المغرب اللي تلاعب فيها البطولة رامل أن المغرب طبعا كشعب وكجمهور حاجة وكملاعب وكل شيء وإحنا بنحبهم جدا بس يعني ليه ليه الإصراحة هي بصراحة وإحنا أكدنا عداء أكثر من الأول والأهل كمان أكد عداء بيانه أول مباراة إنه لا المغرب ولا نادي الوداد لا لا ما نهمش أهلاقة ما نهمش أهلاقة أنت مش كنتك مع الكاف وقلنا بصراحة إنه حتى لو المباراة دي كانت أكيمت في الكاهرة كان هيبقى ظلمة للوداد هي هي إلعب في أرض محايدة وإنت قلت ككاف إن أنا هلعب المباراة نهاية الدولة أبطال الأفريقية في أرض محايدة بالظبط فطبعا الأهلي الأهلي يعني مظلوم فيها وأنا شايف إنه فيه فيه يعني واضحة يعني وخاصة يعني إحنا كمان قلقانين من مين الحكم اللي ممكن ييجي وإحنا خايفين الحكم اللي بعين الأهلي إدى أقشارا النهاردة آه يعني إدى أقشارا النهاردة قالي ما ينفعش بلاش الحكم اللي فيه فرق بتشتكيه طب ما إحنا يقصد بكاري جسامة عشان لسه بكاري كزامة بتقدم دوده شكوة من نادي دي فأصد بكاري جسامة ده تحديداً لو حكم المباراة تبقى خلصت مشكلة إنت شفت إحنا قابليها في ماتش الكاميرون كنا أقلانين منه ومصر كلها بتقول مش عايزين ده جابوه فتحس إنه فعلاً فيه تصيد يعني للفرق المصرية من الكاف ما عرفش العلاقة مالها ده التحاد الأفريكي هنا في مصر يعني عندنا يعني بصراحة أنا حسس إن أنا مش عايزه مش عايزه عشان يبقى هنا في مصر وغير مصر يديني أنا حاجة زيادة يا سيدي لا خليك عادل بس خليك عادل وغير مصر أنا بقول كده يعني أنت في مصر يعني قال يديني حقي يديني حقي أنا وغيرتش يديني أكتر من حقي يديني حقي للجميع آه يعني أنا شايف النادي الآلي الأمانة يعني الاتحاد الأفريكي ظلمه جداً في الموضوع ده ومن حق النادي الآلي أنه يلعب في أرض محايدة وأنه هو يبقى المبرانة النهائية فيه تبقى خمسين خمسين بينهم وتبقى الأمور فيها شفافية لكن ده يعني القرار اللي طلع ده ظلم كبير للنادي الآلي لكن أنا بقول برضو فرقة النادي الآلي للأمانة آه فريق النادي الآلي أقوى من الوداد رغم الفرقة الوداد فرقة محترمة وعارفين أنه جمهورها جمهور يعني قوي آه وشارس لكن آه أنا شايف أنه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله النادي الآلي يقدر أنه يكسبهم في ملعبهم خاصة أن الوداد في آخر كم مطشف ملعبه ما بيكسبش وخبرة ولعبة النادي الآلي إن شاء الله تحسمها بإذن الله النهائي وتمنى برضو أن النادي الآلي يبقى في اليوم ده مش نقصوا لعيباً للآلي أكتر فريق السنة دي تعقى يعني زي السلفات بيشارك في كل البطلات ترجمة نانسي قنقر